أغرب عشر أشياء لن تصدق أنها تحدث في اليابان تحظى اليابان بسمعة غريبة ويعتبرها الكثيرون عالما مختلفا تماما عن عالمنا لذلك يطلق عليها في بعض السياقات الفكهية كوكب اليابان الشقيقة وربما تكون هذه السمعة غير منصفة تماما أو فيها من المبلغة ما فيها ولكن ما لا يمكن انكره هو أن العادات والممارسات اليابانية تعد أمرا محيرا ومثيرا للدهشة بالنسبة للكثير منها واليوم سنختبر صحة هذا الأمر بسرد بعض العادات والممارسات التي عاثر عليها المستكشفون في كوكب اليابان الشقيقة لنرى مدى دهشتكم وانبهاركم بها أولا ماكينات البيع المميزة اليابانيون يعرفون قيمة الوقت جيدا لهذا السبب فقد اخترعوا مكينة بيع لا تزود فقط رقائق البطاطس أو الشوكولاتة إنما البطاطس المقلية والبيض المسلوق والباستا وطعام الحيوانات ثانيا موقف السيارات المكدسة يبلغ التعداد السكاني في اليابان 127 مليون لسمة لذلك فإنها تضع في اعتبارها الاقتصاد في المساحة وهو ما يجعلها تستخدم هذه المواقف كثيرة الطوابق ثالثا علبة مشروبات للمكفوفين للأشخاص الذين لا يعرفون المشروب الذي يحملونه لذلك لن تجد أي علبة مشروبات غير مكتوبة بلغة براهل رابعا كرسي لوضع الحقائب غالبا ما تقع الحقائب أعد تعليقها على الكرسي لكن في اليابان هذه ليست مشكلة تماما فهناك جزء في الكرسي مخصص لحمل الحقيبة خامسا قطارات مزودة بمنتجات صحية للقدمين لن تر هذا الشيء في أي مكان آخر في العالم فبإمكانك أن تحصل على تذكر القطارات المزودة بإمكانية علاج صحي للقدمين لتخلص من الضغط اليومي والاسترخاء خلال رحلة التنقل سادسا متحف الفضلات هو متحف غريب إذ يمكنك رؤية جميع أنواع الفضلات من الإنسان والحيوان ويمكنك أيضا تعرف على أنواع المراحيض وطريقة عملها سابعا كبسولات النوم لمن يبحث عن ليلة هادئة ونوم مريح بتكلفة قليلة فيمكنك زيارة كبسولة النوم التي تنتشر بكثرة في اليابان ثامنا الطرق الموسيقية في اليابان هناك مجموعة من الطرق تصدر نغمات والحانا على طول قيادتك تاسعا النوم في العمل ماذا تفعل إذا شعرت برغبة في النوم خلال العمل في اليابان هناك حق قانوني للنوم فيما يعرف بآني موري حيث يمكن للموظف أخذ قيلولة في العمل عشرا لا يوجد عمال نظفة في مدارس اليابان حيث يقوم التلميذ بتنظيف مدارسهم بأنفسهم وذلك يقوي فيهم روح التعاون والاعتماد على النفس ترجمة نانسي قنقر